عامل عمور هابدع بيك عشان عايز نسأل السؤال مهم جدا كل جمهور بيسألوا النهارة جمهور الزمالك تحديدا دلوقتي بعد قصة بتاعة تأجيل لأقوبة كهرباء أو المهلة اللي اداها الفيفا لكهرباء شهرين أو ستين يوم يعني بحسب ما تم إرساله يعني الناس بدأت تسأل هو الزمالك هيسدد منين الأقوبات اللي عليه بسبب شكبالة وسبورتي جنشبونة واشنبونج وقصة تعديجلة كل التفاصيل ديت اتنين الزمالك هعرف يجيب صفاقات وانوش هعرف يجيب صفاقات في تفاصيل كتيرة فيما يخص الأمور المالية عند نادي الزمالك تعددا للموسم الجديد طيب احنا كده بنتكلم في محوارين ان الزمالك هتحرك ازاي عشان يحل أمور المالية وعن كهرباء والحكم بتاع النهارة خليني نتكلم عن المحوار الأولاني اللي هو الأمور المالية بس الاثنين من المرتبطين بالتأكيد مجلس الزمالك اجتمع مبارح في منزل مرتضة منصور اتكلموا ببعض الملفات هو المستشار مرتضة خرج قاليني انها جلسة والدين ما بينه وما بين أعضاء المجلس وبين ناقشوا بعض الأمور اللي بتخص النادي انا اقول لك همك هنا وبيفكروا ازاي او بيفكروا ازاي وهيعملوا ايه مجلس دارة زمالك الماليين اللي هو رجع لهم سليمان وهدان ورجع لهم احمد دابس سليمان وهدان او النائب سليمان وهدان بقاله فترة ما حضرش اجتماعات مجلس دارة زمالك كان اقول اجتماع ليه احمد دابس كان اعلن استقالته وترجع عنه وكان موجود في الاجتماع اللي تم اطلاق انه اجتماع ودي من الاخر كده كريم مجلس الزمالك هيعمل قرد هيعمل قرد من احد البنوك بضمان بقى هيتم التفكير الاشتراكات اللي بتريد لناد زمالك او ارض 6 اكتوبر او اشتراكات 6 اكتوبر اللي في النهاية توصل ليه ادارة الزمالك اللي موجودة انه هم هيعملوا قرد الفترة اللي جاية بمبلغ مالي ضخم بملئين الجنيهات من اجل التحرك لسداد الازمات المختلفة اللي بيواجهها النادي لان انت عندك مستحقات الفريق يعني في البداية ازمة قيد اللي تخطى الواحد وستة مليون دولار لسبورتنج لشبونة واشنبونج بالاضافة لمستحقات الفريق الاول بالاضافة لمستحقات الجهاز الفريق الاول بالاضافة لمختلف الالعاب فارطاعت ادارة الزمالك انت لسه مشتريتش العيبة كمان ده كل ده وانت لسه ما تكلمناش في العيبة فالاضارة الموجودة ارتاعت ان الخيار الافضل في الوقت الحالي ان يتم التحرك في قرد يقدروا من خلاله يوفروا الاحتياجات الفترة اللي جاية ويتحركوا في حل موضوع القيد ويتحركوا في سداد المستحقات وبعد كده موضوع الصفقات حيث